اشتركوا في القناة طريقة المنتخب المصري 433 وخلص هو اختار الطريق ده وهو اللي هيدفع تمن ده سواء معرفش هيتحاسب ازاي والله ولا هيتحاسب حتى من مين يعني دي دي نقطة صعبة جدا ولكن نتمنله التوفيق وان شاء الله ما زلت متفائل اننا نقدر برغم كل شيء خاصة الطريقة دي ممكن تناسب اللعيبة المحترفين لكن في النهاية مهم جدا ان لعيبة النادل اهل اللي بينضموا للمنتخب يحاولوا يبزلوا كل الاقصارة جدهم ان هما يثبتوا للجهاز الفني ان هما على قدر المسؤولية ولو ما فيش توفيق او طريقة اللعبة بغير مناسبة لبعض اللاعبين لازم تبقى فاهم ان جمهير النادل اهلي في ظهرك جمهير النادل اهلي مش جمهير قليلا ده ملايين الملايين وبالتالي بطولات النادل اهلي كمان قرية مهمة جدا فانسى كل ده وركز في بطولة السوبر وان شاء الله بإذن الله نحق السوبر وتصلحوا انفسكم على انفسكم كمان انا قلتلك هتشوف ازاي محمد مجد افشا ومحمد شريف هيكونوا جعانين كرة حرفيا بشغف النادي الهلي بشغفهم لتحقيق البطولات بشغفهم ان هما يفرحوكوا زي ما تعودنا طول الوقت